السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا بنات عاملين ايه؟ يارب تكونوا بألف خير ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم تبلوء او برواز لشهر الرمضان اول حاجة انا طبعت الصور دي من على النت وهزيب لكم لينك في صندوق الوصف عليه الصور وبعد كده هقصي الاطار الابيض اللي حوالين الصورة وبعد كده قصيت كتعة فل بنفس مقاس الصورة واللي ما عندوش الفل ده ممكن يستخدم الكرتون ممكن تحط كتعتين كرتون فوق بعض وتلزقيهم عشان يديك بس يسمك للتابلوء وبعد كده قصيت ورق مقوة ابيض الورق ده بيجي من المكتبة على قد مقاس الصورة بالضبط وقد مقاس الفل وقصيت الجوانب برضو هلزقوا معاكم دلوقتي بالغيرة وده الغيرة اللي انا بستخدمه قصيت شوية غيرة صغيرين في الغطا وضفت عليهم شوية ماء عشان اخففه هلزق معاكم الجنب ده والتلك جوانب التانين انا كنت لزقيهم هحط جوية غيرة كده من قدام ومن الجوانب هنا كده ومن الجنب التاني برضو هدف شوية غيرة واحط الورق الابيض ده بسبته بس بادي كده ومشي على ايدي ونزل الجوانب بقدي كده لتحت هدف من الورق الابيض ده ان انا عايز اغطي كل الفل مش عايز اي باين خالص عشان يديني شكل كويس واللي ما عندوش الفل ده ممكن يستخدم كطاعتين كرتوني خطوهم فوق بعض عشان يديك سماكة للبرواز بتاعك ودلزقيهم برضو في النص بغيرة واحط على الورق الابيض كده غيرة زي ما انتم شايفين ومشي كده اغطي عليه عشان عايز اصطلع الغيرة الزيادة ومالاطراف دي برضو بنزلها لتحت بالشكل ده كده بحاول ان انا سويه كده خالص بحاول بس ان انا سبت الورقة في الفل كويس بضغط عليها كده ضغطة بسيطة زي ما انتم شايفين كده اهم حاجة الاطراف دي بس عشان مش عايزها تطلع بعد كده من كل نحية وبعد كده هعمل الجنب ده والنحية دي هلزق فيها الصورة هحط شوية ضغيرة من هنا كده عليها كلها كده بعد عما ضفت عليها كلها غيرها بساوي كده بس الاطراف بصباعي عشان هلزق عليها الورقة التانية دي ده هيبقى الظهر الاطراف دي لو لقتيها هتطلعك كده تاني سويها كده بصباعك بالشكل ده كده وبعد كده بجيب الورقة اللي هنقصها على قد مقاس الفل بالزبط وقد مقاس الصورة بلزقها كده في ظهر التابلو واضغط عليها كده ضغطة بسيطة بايدي او كده عشان لو فيه اي هوا ولا حاجة جوه يطلع بالشكل ده كده هتأكد من الجوانب ان هي بقت مسكة كويس وما فكتش بعد كده هجيب الصورة اللي انا طبعتها هلزقها هنا على وش التابلو بالشكل ده كده هحط بس طبقة غيرة تحتها عشان اعرف هلزقها ممكن بدل الغيرة هتحطي طبقة ورنيش مائي برضو تبقى بدل الغيرة تبقى مادة كويسة لللزق كده بعد ما حطت على التابلو كله غيرة هجيب الصورة والزقها كده على التابلو بحطها كده بالراحة خالص اهم حاجة بس ازبطها من كل الجوانب بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين وبعد كده باجيب حتة منديل صغيرة عشان احطها على الصورة وامشيها كده عليها من جوه الصورة كده البر عشان لو في هوا ولا حاجة تحت الصورة يطلع زي ما انتم شايفين كده بازبطها بس من هنا بالراحة كده خالص عشان الورقة ما تتقطعش اهو بالشكل ده وبعد كده باجيب ورنيش مائي ده الورنيش اللي انا باستخدمه احط طبقة ورنيش على الصورة بالشكل ده كده من جوه الصورة كده البرا بالراحة كده خالص عشان الصورة متتقطعش هكملها كلها انا كده حطيت عليها طبقة ورنيش بعد كده هسيبها تنشف ولما تنشف خالص هوريها لكو هي متعلقة على الحيطة وبعد اما بينشف بتجيبي مصمار او بتجيبي اي حاجة عشان تعملي كده فتحة في ظهر التابلو من وراء عشان يتعلق تفتحيه كده بالراحة خالص فتحة صغيرة مش كبيرة عشان ما توصلش للصورة بالشكل ده كده وبعد كده هوريها لكم هي متعلقة على الحيطة ده كده شكلهم بعد ما علقتهم على الحيطة اتمنى ان هما يعجبوكم وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدوسوا على لايك وتشتركوا في القناة والسلام عليكم